السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نبدأ بإذن الله مع المحور الخامس Inductance and Capacitance هذا المحور الخامس ينقسم إلى جزئين كبيرين ألا وهما سوف نقوم بدراسة الـ Inductance أولا ثم سوف نقوم بدراسة الـ Capacitance إذن نبدأ على بركة الله مع هذا الجزء الكبير لهذا المحور الخامس وهو الـ Inductor الملف وفي الجزء الأول سوف نتناول ونتعرف العلاقة بين الجوت والتيار داخل الـ Inductor وفي النهاية من هذا المحور مع الـ Inductor سوف نتعرف على المعادلات الخاصة بالجوت التيار الكهربائي الـ Power والإنرجي في الـ Inductor كذلك سوف نتعرف على تجميع الـ Inductors Series والـ Parallel كيفية استخراج الـ Equivalent Inductors وسوف ننهي هذا الجزء الأول لـ Inductor بأمثلة تطبيقية لفهم كل هذه المعادلات كمقدمة لهذا الجزء الأول إذن هذا هو أمامنا الـ Inductor إذن الـ Inductor هو Passive Element ليس مغذي إنما هو يستقبل الطاقة فهو إذن Passive Element هدفه Store Energy يقوم بتخزين الإنرجي أين؟ في الماغنيتك فيلد في الحقل المغناطيسي هذا الـ Inductor له تطبيقات كثيرة من أهم ما يستعمل في الـ Induction Motor أو في الـ Electric Motor بصفة أعم إذن هذا الـ Inductor يتكون خصوصا من ملف هذا الملف هو عبارة على أسلاك داخل جوهر هذا هو الكو وهنا عندي أسلاك إذن Wires إذن هذه مكونات إذن الـ Inductor ووحدة الـ Inductance هي الـ Henry وهذا هو رمزها والرمز المقنن للـ Inductor إذن نضع حرف الـ L وهذا هو الرمز المقنن المستعمل في الدارات الكهربائية من أهم من أهم خصائص الـ Inductor هو إذا قمت بربط هنا عندي ملف قمت بربطه مثلا بجهاز أمبر ميتر إذا قمت بتحريك مغناطيس داخل هذه اللوب سوف يتولد لي طيار يسمى Induced Current هذا الطيار هو ناجم عن تحريك هذا المغناطيس داخل هذه اللوب وكلما كان هذه الحركة قوية وبسرعة كلما كانت الطيار الكهربائي هنا في الجهاز كلما كانت قيمة الطيار الكهربائي كبيرة إذن تحريك المغناطيس داخل اللوب إذن يولد لي ما يعبر عليه Induced Current نبدأ الآن بالنسبة لمعادلات التي تخص الـ Inductor كما قلنا هذا هو الرمز المقنن للـ Inductor سوف نرى الآن العلاقة VI يعني العلاقة بين الجهود وبين التيار الكهربائي داخل هذا الـ COIN هذا الـ Inductor إذن العلاقة بين الـ V والـ I هي كالـ AT إذن قيمة الجهود في الـ Inductor تساوي قيمة الـ Inductance ضارب اشتقاق قيمة التيار الكهربائي و جهود الـ Inductor بالـ Volt كما رأينا في المقاوم الكهربائي سوف نتفق على الـ Passive Sign Convention يعني متى يكون الطيار positive أو يكون negative هذه قانون سنعتمده في كل المقرر الخاص بالـ Inductor إذن عندما يمر التيار الكهربائي في القطب الموجب للجهود فهنا نقول يكون إذن الـ Current positive ونقول أنه هذا الـ Inductor يقوم إذن dissipate power فيقوم إذن باستهلاك الـ power ويخزن هذه الطاقة داخل الـ Inductor العكس إذن عندما يكون التيار negative فنقول هنا أن الـ Inductor إذن يقوم بإعطاء الطاقة إلى الدار الكهربائي إذن